أبرمت طيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية تعتمد على استخدام البيانات البيومترية لتحسين إجراءات حركة المسافرين الدوليين وضمان تجربة أسرع وأكفأ للمسافرين الترانزيت وأولئك الذين يصلون إلى دبي كوجهتهم النهائية عبر المبنى رقم ثلاثة بمطار دبي الدولي وذلك بحلول العام المقبل 2023 وسيتم استخدام التقنيات البيومترية وقاعدة بيانات المقاييس الحيوية المحفوظة مسبقا لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتعرف على المسافرين في نقاط متعددة في المطار من المرور عبر المبنى ثلاثة في مطار دبي الدولي والصلاة والصعود إلى الطائرات بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي